اهلا سهلا بكم تابعيني ومشاهديني في كل مكان هنشوف اسعار الخضار النهاردة في سوق العبور يعني فيديو هيضم جميع اسعار الخضار هنشوف طبعا ارتفاع في بعض الاصناف وانخفاض في الاخرى هنشوف كل حاجة ولكن متنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك فيه القناة وشكرا على دعمكم للقناة. الاسعار النهاردة جماع في سوق العبور سريعا كده علشان ما نطولش عليكم. الفلفل الشطة النهاردة جماعة في من تمانية جنيه لحد تمانية جنيه ونص. اسعار الكوسة اسعارها شدة شوية. الكوسة من تمانية جنيه لحد تلاتاشر جنيه. الفلفل الرومي اسعاره عالية برضو. من تلاتاشر جنيه لحد ستاشر جنيه. البتنجان الرومي في من خمسة جنيه لحد خمسة جنيه ونص والعبيض في من اربعة جنيه لحد خمسة جنيه. اه طبعا ده اسعاره مستقرة. اه وراء العنب في من ستاشر جنيه لحد عشرين جنيه. طبعا احنا قلنا ان في بعض الاصناف هترتفع قبل عيد الاضحى المبارك. كل عام وانتم بخير. الفلفل الالوان في من 10 لحد 13 جنيه واعلى حاجة فيه 14 جنيه. الفصول يا جماعة فيها لحد 13 جنيه في الخام. اللامون من 15 جنيه لحد 20 جنيه و22 جنيه. الملوخية الخضرة فيها من 5 جنيه. اه يعني من 4 جنيه لحد 5 جنيه. اسعار الخيار يا جماعة فيه من 8 جنيه لحد 8 جنيه ونص. واعلى جودة في الخيار. بعض التجار بتقول 9 جنيه. اه اقل جودة في الخيار فيه من 6 جنيه ونص لحد 7 جنيه. البامية من 18 لحد 25 جنيه. اه اللي هي اه مش الفايرة يا جماعة. البامية حجمها صغير. اعلى جودة يعتبر في البامية وانضف حاجة. البامية الفايرة يا جماعة اللي حجمها كبير فيه من 4 جنيه لحد 5 جنيه. اسعار التوم فيه من تلاتاشر لاربحتاشر جنيه. واعلى جودة في التون في من تمنتاشر جنيه لحد عشرين جنيه. اسعار البصل الاحمر في من اتناشر جنيه لحد تلاتاشر جنيه. والبصل الابيض من حداشر لحداشر ونص. اقل جودة في البصل الاحمر في من تسع جنيه لحد عشرة جنيه. دي كانت اسعار الخضار. عرضناها لكم سريعا كده. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان يصلك كل جديد.